قصتنا اليوم عن الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب وتقول عسمة عبدالوهاب ابنة الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب بعض من أسراره التي لا نعرفها في تصرحات تلفزيونية لها إن والدها إن والدها انفصل عن الولدة عندما كنت في السابع من عمري وتقول كنا نلتزم بمواعيد نوم وأكله وتمشيته وكنا نحفظها على ظهر قلب لم نتعد على هذا النظام أبدا وأتذكر أنا وأشقائي نزلنا نلعب في الشارع بمنطقة الزمالك وكان نائما وعندما استيقظ لم يجدنا وعرف إننا نلعب في الشارع وضربنا على وجهنا وتذكر إن هذه المرة الوحيدة التي ضربنا فيها على وجهنا وأشارت عصمة عبدالوهاب إلى إن الضرب لم يكن من أسلوب تربية الموسيقى وقال راحل محمد عبدالوهاب فقد كان يصرخ عندما يغضم منا مدلعش حدي فينا وما كانش بيفرق بيننا وتقول لما كبرنا كان مقرب من محمد وإش إش بعض الشيء إش إش ماتت بعد عشر أيام من وفاته وتقول إنه لم يكن يحب الاحتفال بعيد ميلاده وعن عدم احتفاله بعيد ميلاده أعلقت قائلة كان بيقول أنتم بتحبوا تحتفلوا بسنة راحة من عمركم إيه العبط ده المفروض الواحد يزعل مش يفرح وكنا بنخصب عليه ونجيب له طرطة وكان بيستوعبنا عشان مخه كبير وبيتعامل مع أصغر شخص زي أكبر شخص واستكملت الزكريات وقالت عن أبيها لم يكن يهتم بالهدايا في أعياد الميلاد لم يكن يشتري لنا هدايا لم يكن مشغول بيها فقد كان فنه وصحته هما الأهم بالنسبة له واختتمت حدثها قائلة كان يخاف على صحته من أجل فنه وبخاصة صوته حتى يستطيع خدمة فنه وكان يتديك فيه حول رأسه وكان يستخدم السبرتو بشكل مستمر من أجل التعقيم ولم يسلم على أحد ويخاف من المرض تزوج الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ثلاث مرات حيث كانت المرة الأولى وكان لا يزال في بداية مشواره الفني من الأرملة السرية زبيدة الحكيم وكانت تقبره بأكثر من عشرين عاما ودام زواجهم لمدة عشر سنوات ولم يرزقوا بأولاد وقد ساهمت زينة بالحكيم في إنتاج أول أفلام عبد الوهاب وهو الورد البيضاء وجاء زواجه الثاني من السيدة إقبال نصارى عام 1942 وكانت أرملة لأحد الأطباء وكان لديها طفل اسمه طارق وقد أنجب منها عبد الوهاب أولاده الخمسة عائشة محمد أحمد عفت عسمت وبعد حياة زوجية استمرت لأكثر من خمستاشر عام حتى تم الطلاق عام 1957 وقد تعرف محمد عبد الوهاب على السيدة إقبال نصار في إحدى الحفلات الخاصة بمدينة طنطة وقد انبهر عبد الوهاب بجمالها ورقتها فقرر الزهاب إلى أهلها ليطلبها للزواج وقد ساعده على إتمام إجراءات الزواج الملحن رؤوف زهني الذي كان يعرف عائلة إقبال نصار وتخلت المشاكل والمنازعات حياة عبد الوهاب حتى طلبت إقبال الطلاق وذهب عبد الوهاب إلى شققها المهندسة علي نصار ليطلب من أخته التخلي عن فكرة الطلاق ورغم المساعي الكثيرة التي بزلها الأهل والأصدقاء المقربين إلا أن السيدة إقبال أصرت على الطلاق بدون أي شروط حتى أن النفقة طرقتها العبد الوهاب ليقوم هو بتقدرها بنفسه أنها لا تطلب غير توفير حياة كريمة لها ولا أولدها بالمستوى اللائق بهم وفقا لما نشرته مجلة آخر ساعة في 24-1956 وتم الطلاق عام 1957 وتزوج محمد عبد الوهاب للمرة الثالثة من السيدة نهلة القدسي وهي سورية الأصل وظل زوجه حتى رحيله 5 مايو عام 1991 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر